ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أحبائي كان جواب الرسول بولوس آمن بالرب يسوع المسيح المسيح هو رئيس خلاصنا وهو رئيس الحياة ورئيس الإيمان الرب يسوع هو مصدر إيماننا وهو القوة الذي يعطينا حتى نؤمن في شخصه المبارك وهون أحبائي عندما يقول آمن بيتكلم عن الإيمان الكامل وهذا الإيمان أحبائي مش مجرد أي إيمان خليني يمكن سمعتوها من قبل وهاي تعلمتها من قسيس مبارك في الإيمان النقلي هذا هو إيمان الشياطين الشياطين تؤمن بل تقشعر وكانت تؤمن أتيت قبل فوات الأوان لتهلكنا آمنت أن يسوع المسيح هو الديان والشياطين آمنت أنه قدوس الله والشياطين آمنت أنه ابن الله والشياطين طلبت إذن من يسوع المسيح عندما أخرج الشياطين والأرواح الشريرة من لاجئون أو من الشخص اللي كان مسكون في ألاف من الشياطين عنده طبعا في كورة الجدريين فإذن هذا الإيمان الشياطين إيمان يعني إيمان عقلي لكن ما صبش القلب في ناس عندها معرفة ولكنها بتتحجر في إيمان نقلي إيمان النقلي هو إيمان الأقدمين إبراهيم إسحاق يعقوب الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس ثم أمك أفنيك وأنا موقن أنه فيك وأنك منذ الطفلية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح فإذن مثل كورنيليس كان مؤمن بالله أو ليديا بائعة الأرجوان كانت تؤمن بالله ولكنهم يحتاجون إلى رسالة خلاص لكي يؤمنوا بعمل المسيح الكامل على الصليب وقيامته من بين الأموات ثم الإيمان الشكلي وللأسف أقول أنه هذا إيمان الإسميين يعني المسيحيين الإسميين لأنه ولدوا مسيحيين ولكنهم بعيدون كل البعد عن حياة يسوع المسيح ثم الإيمان القلب هو إيمان المفديين لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص حتى أراجع الموضوع قلنا إيمان العقل إيمان الشياطين إيمان النقل هو إيمان الأقدمين الإيمان الشكل هو إيمان الإسميين والإيمان القلب هو إيمان المفديين بدم الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة